بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين مهتدى بهدي وستنب سنتي اليوم الدين أما بعد مرحبا بكم في حالة قدس الضآلة من مبادرة موسلمس أب هذه الحلقة الهدف الرئيسي من هذه الحلقة هذه هي أننا نعرف الحجم الحقيقي للإنسان وفي عوض أني نكثر عليكم كلام الشي لها من اليوم هو أن نريكم صورة هات الصورة تكون من طبيعة في أذهان كل الشخص فيها هات الصورة هاتي تقول لي كل ما تسهول لك نفسك أنك تتكبر ولا تحسب روحك حاجة كبيرة أو لا تتفكر دائما هات الصورة الصورة تايمة اللي أعدي نوعي ويقومك الصورة الأولى هي صورة للكون اللي اكتشفها الإنسان إلى حد ساعة تبدو صورة غريبة ولكن يعني الهدف تعي منها أني نريك واحدة للمعنى لازم تديره في بالك هذا المعنى هو معنى الضقالة كم الإنسان ضئيل في هذا الكون هذا الصورة هي الكون اللي اكتشفها الإنسان إلى حد الساعة فقط يعني الكون اللي مازال 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 مكتشفهاج مكانش في هذا الصورة فبعيك تركز تركيزك على نقطة من هذا الصورة نقطة فقط نقطة واحدة نقطة هذه كل نقطة هي مجرة درب التبانة هذا المجرة العملاقة جدا وبعد بغيك زي تاني هذه المجرة تدرب التبانة تدير في بالك باللي نقطة منها فقط هي المجموعة الشمسية اللي فيها الشمس والقامر والأجرام العملاقة هذه اللي لا نزن لا يزن الإنسان تحتها شيئا ما يوزنش يعني إنسان كان جيت قارنة مع كوكب الأرض مثلا ما يوزنش إنسان ضئيل جدا متناهي الصغر مقارنة بكوكب الأرض نفس الشي كوكب الأرض متناهي الصغر بالنسبة لي مجرة درب التبانة ومجرة درب التبانة متناهية صغر تشوفها بالميكروسكوب الإلكتروني واحد ما اعتقد عندها معايير تعل الكون يشوفها بالمجهر الإلكتروني يعني تخيلوا غابة غابة كومبليت في وسطها دودة هذه الدودة هي مجرد درب التبانة والغابة هي الكون اللي اكتشفها الإنسان إلى حد السهل فتخيلوا هذا الكون الفسيح جدا والعملاق هذا الكون لا يعني حاجة سهلة بالنسبة الله عز وجل قادر يخلق عشرة قادر يخلق مياه قادر يخلق مليون الله عز وجل يعني هذا الشيء سهل جدا 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 يعني فبغي نتخيلوا دروك شوفوا يعني قدر النعمة قدر العظمة تعال الله عز وجل أنها أصلا خمم فينا أنها فكر فينا أعطانا قيمة تخيلوا يعني هذا الشيء هذا أني يقول لكم تخيلوا لأنه أصلا تجري تتصوره التصور صعب جدا يعني العظيم القهار جبار يعني ذو القوة المطلقة قوة المطلقة يعني يجي خمم فيك انتاء إنسان قابع في ركن منزوي من الكون سموه كوكب الأرض كوكب الأرض كوكب الأرض لكن الله عز وجل كوكب الأرض كوكب الأرض حاجة لا يعني وكان يقولوا على رواح نابلي كوكب الأرض فيروس لا نتكبره كان يعني نقارنوا كوكب الأرض بفيروس فيروس يعني هو من أصغل أشياء قارنها بكواركا كوارك هي المكونات كما يقولون الآجر نواة الذرة وكانت تقارنها بكواركة فيها الكون العملاق ركت تكبرت يعني ركت تكوكب الأرض يعني حاجة كبيرة كبرتها فهذا الفكرة هذي كنا ندروها مليح في رصاننا ولو كانت تمشو بها في حياتنا تعلمنا بزاف أمور وتخلينا نعيشه عيشة أفضل تعلمنا أن الله عز وجل يقول للشي كن فيكون كل شي في هذا الكون يسيله الله عز وجل هذي تتعلمها من هذا الفكرة هذي تعلم بالله عز وجل كل شي سيله تعلم بالله عز وجل قادر أي شي ديله لأن هذا الشي متناهي الصغر بالنسبة ليه ما حاجة قعم تبالج أي شي نجمي ديله وتبالك تاني تاني أنك تحطم هذي الفكرة هذي كنت عيش بيها يوميا تحطم لك الصنم التاعك الصنم الداخلي اللي فينا الصنم النفس الصنم الأنا يعني أنا 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 هذا الصنم للتكبر الإنسان كي قاعد يشوف في روحها حاجة كبيرة كي قاعد يحتقر في أخوه المسلم والأخوه الإنسان ولا يحتقر هذا كحلوش هذا كده هذا كده يعني الإحتقار هذا اللي يععدك إلى حد الساعة مازالكين هذا الإحتقار هذا كعروبي هذا كمعنج دراهم واحد يعني يهدر بالفرنسي يتكبر لأنه لماذا لأنه يهدر بالفرنسي هل هذا عرف حجمه طبيعي هل هذا عرف قدره يعني إنسان يعني يعطاهها مرة عطاهها ربي شوية زين تتكبر للناس حسب روحها مش عرفه واش طاه لأن الله عزه أعطاهها شوية زين قادر ربي ردها باشعة جدا واحد ورث دراهم على البواه تلقاه يتكبر ومعسف روحها وحاسب روحها مش عرفه واش فهل هذا عرف وزنهم؟ تخيلوا دودة دودة يجيها إنسان تلقى دودة تقبضها تربيها تنقيها تحلى فيها كل يوم تخمم فيها تقولها تخصك حاجة هنا تخيل فقط هذه الدودة أنت تصنع قدامها لوتو تصنع قدامها سيارة سيارة مرسودة اسمها هذه السيارة قادر تدهسها بكل سهولة تدهس هذه الدودة بكل سهولة يعني الدودة عاجزة أمامك عاجزة تماما أمامك ما عندها أي قدرة مع الإنسان فالإنسان لازم يدير هذا الشيء هذا الحساب مع الله عز وجل أن أنا عاجز تماما أمام الله عز وجل ما نجمش ندير وارو كما احنا نباهروا في شوفوا مرسودة جديدة شوفوا آيفون سيس نباهروا به لازم كذلك نباهروا بخلق الله عز وجل بهذا الكوكب بهذا الكوكب اللي اسمه الأرض الجبال اللي فيه الريح اللي فيه النولة التحم السماء يعني كل شي هذي آيات عظيمة جدا كي تشوف الشمس والدورة حولها الكواكب وهذه الكواكب الدور في الخواء ما كانش حاجات شدها تعرف صح تمباهر عليها نباهروا بالميرسودةس ولا نباهروش بالكواكب اللي الدور في الفراغ عليها ما نباهروش بالشمس هذي كتلة يعني اللي كان لغيت تكحز غيشوية تحرق ناجع تحرق ناجع عليها نتكبرو على حاس ناس في رواحنا هذي ما زال إلى حد الساعة ما زال هذي النفسية ما فهمناهاش نفسية الجهل نفسية التكبر أنا نتكبرو على الله عز وجل يعني إنه واحد التفكير يعني غريب جدا إنسان عنده هذي تفكير غريب جدا ما نعرفوش بالله عز وجل قادر يعني الصورة التالية نقول لها لكم صورة لنجم عملاق اسموه الـ Red Giant هذا النجم العملاق هذا قادر الله عز وجل يقول له غينوي 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 غيني يرسل علينا روح روح ليهم محيهم غينوي هذا النجم غينوي محينا فتخيلوا تخيلوا الله عز وجل حال يرسل علينا نيزك أسكن نجمون ردوا على رواحنا نيزك ننجموش ما ننجمون دير والوحنا لا حول هذي المعنى لا حول ولا قوة لنا إلا بالله ما تنجم تدير والوحنا عند الله عز وجل يحبس لك يديك يحبس لك مخك عنده ملايين الطرق باش يحبسك بها ورغم ذلك ما زالنا نتكبروا ما عارفينش حجمه الحقيقي نازم نعرفوا حجمه الحقيقي كذلك من الفوائد هذي الفكرة كد تتأمن بها وشيتو اللي تشوف الناس كيفك هذي ضائلين كيفك البشر تود تشوفهم غي ضائلين كيفك لا حول لهم ولا قوة ذوق ما تخاش من الآذة التاحة واحد يقول لك كلام يطيح لك عادي جدا واحد يدربك عادي جدا ربي خلص منك أي شيء لك به شخص تفكر باللي ربي رح يجي نهار وين يخلص منه فلا حول ولا هو ولا قوة هو تاني وتاني إنسان ضائب جدا وهناك فوائد كثيرة جدا لهذي الفكرة ليس باين كتر ليكم ولكن باين دو هذا المفهوم احنا حجمناه صغير جدا غير دايما تفكر تفكر غي هذيك الصورات عن نجم رجاين غي هذيك الصورات تفكرها يعني راح تترق راح تخليك تعرف قدرك فتخيلوا كان تشوف الكون العملاق حنا حجمناه في وسط هذي الكون العملاق حجم يعني ونعمة تعنا الله عز وجل شاف فينا ونزل علينا قرآن هذا القرآن هذا اللي سوف نحاطرنا الأحوبي وبعضنا تقييمة هذا القرآن اللي عينا ربي 윰�OOD يهديكم هذا القرآن ل Dominika كان مسلم يمكنكم قرائته لن يقرأ مصحف كل يوم يعيب مسلم يقرأ مصحف كل يوم تعيب وتلقى الناس تقول إلى ربي لا يمز وتجع الينسان أن تمكنه عندما ينخل etus إنسان يقول الله عز وجل أنت مكنوا أنت ربي مكنش أو ينكر وجودها أصلا فشوفوا يعني الجهل أعرفوا باش تعرفوا يعني حجم الإنسان الحقيقي هو جهله وعناده ويعني أمور يعجز اللسان عن تعدادها فهذه هي حقة اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم وماذابون إن شاء الله تنشروها معنا وتعيشوا بها أهم شيء هي أننا نعيشوا بهذا المفهوم مفهوم أننا ضائلون في وسط هذا الكون الشاسع جدا سبحان ربك رب العزيزتي عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين